مصابي الثورة مصابي الثورة بس المقصود بيها يناير ولا كمان مقصود بيها كل مصاب أثناء سنة الثورة اللي فاتت خلونا نرحب بضفتنا اللي زي ما قلت لحضراتكم برضو في أول حال أنها كانت معانا هنا قبل كده من تقريبا خمس شهور وتكلمنا عن اللجنة فنعرف من ضفتنا دكتور أميمة كامل هي أستاذ الصحة العامة بالأسر العيني وهي المقرر الاجتماعي للجنة متضامنون بالتحاد الأطباء العرب نهارك سعيد دكتور أهلا بيكو نوران دكتور حضراتكم معانا من فترة وتكلمنا عن الموضوع خلينا بس نفكر مشاهدين وبرضو اللي ما شافونيش ايه هي لجنة متضامنون الحقيقة لجنة متضامنون دي حملة بدأت يعني اشيرت او اعلنت يوم عشر احداشر قبل تنحي الرئيس بيوم واحد ودي نشأت فكريتها الحقيقة دكتور خالد حنفي كان هو الحقيقة صاحب المبادرة هو واثنين او ثلاثة من الاطباء كانوا موجودين في المستشفى الميداني شافوا الحالات وشافوا الشهداء وكان عندهم الرؤية ان هيبقى فيه احتياج للرعاية الصحية لهؤلاء المصابين خصويا حاجات اللي محتاجة عمليات محتاجة تأهيل وإلى آخر عشرة فبراير عشرة فبراير قبل اللي فات بقى قبل اللي فات قبل تنحي مبارك على طول فكانت الفكرة نشأت من هنا ان احنا ازاي نقدم دعم ورعاية للمصابين رعاية ممتدة تغطي احتياجاتهم الصحية وبعدين عملنا اجتماع الاجتماع ده كان يوم عشرة واتفقنا ان يبقى فيه كمان رعاية اجتماعية رعاية الاجتماعية دي مهمة جدا اذا كانت الرعاية الصحية هي كانت الاول حاجة مطلوبة لان كان فيه ناس كتير عندهم احتياج لعمليات واحتياج لسفر الخارج وكان ده الهم الكبير الاول بتاعنا كان ماشي معاه برل بالزبط اللي هو رعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية بدأت بزيارة للأسر كان فيه دعم نفسي للأسر ثم بعد كده بدأت القصة المتضمنون طورت نفسها في الفترة الاخيرة بدأنا عملنا حاجة اسمها بطاقة العلاج لأسرة الشهيد يعني أسرة الشهيد الأم أو الأب أو لو متزوج الزوجة والأولاد بيتعاليهم بطاقة علاج لمدة سنة بيتعالج لأي حالة صحية أو الأم أو الأب لأي حالة صحية والمصاب له نفس البطاقة مش بيتعالج بس من نتائج الإصابة من أي مشكلة طريقة مؤمن صحيا أو مطمئن صحيا لمدة سنة هتجدد إن شاء الله تمام بس أنا إذا كلم عن نوع الدعم اللي بتدول الأسر لأسر المصابين أو المصابين الجزء النفسي يعني إيه نوعية المشاكل اللي بيعاني منها يعني أكيد فيه منهم فقدوا أعمالهم يعني اللي فقد عينيه خالص أو اللي فقد رجليه عشان الحرق فبالتالي ما بدرش يتحرك إيه نوعية الدعم اللي بتقدمه جلسات كلام كان في الأول كان في الأول كان محتاجين جلسات الكلام علشان يفرغوا مشاعرهم والشحن اللي موجود جواهم لكن بعد كده بدأنا ندور على الحاجات اللي هي الساستنبل اللي هي يعني اللي ما عندوش شغل لازم ندور له على شغل اللي عنده مشكلة في يعني مشكلة جمدة زي فاقد العينين ده ده محتاج يعني حاجة مختلفة مش محتاج شغل محتاج يعني دعم بشكل آخر يعني فكنا بنحاول إن شغل يبقى الأخوه لأخته لولدته لزوجته أي حد من العين ولكن خليني أقول إن محاولات إن إحنا نوفر عمل للمصابين كانت الحقيقة محدودة لأن إحنا عارفين إن في مشكلة بطالة شوية في البلد في كتير منهم كانت أعمالهم أعمال يعني بسيطة يعني اللي كان سواء اللي كان بيشتغل لحام اللي كان بيشتغل بليومية أو أرزوية فدي مشكلة حقيقية حتى إن في بعض الأحيان لما كنا بنوجد مشروع صغير هو ما عندوش الإمكانيات إن هو يدير مشروع ويتحمل مسارية علشان كده إحنا شايفين إن جزء العمل أو إن هو يتوفر فرص عمل دي مسئولية الدولة بامتياز يعني الجماعيات الأهلية أو المجتمع المدني هيبقى صعب علي إنه يوفر كل هذه الأشياء وعشان كده بنقول لازم يعني لازم فيه أساسا دعم حكومة حكومي أولا اعتراف بحق هؤلاء المصابين باعتراف بفضلهم في الثورة وإحساسهم إن هم مقدرين وإن هم الدولة نفسها مقدرهم ده إحساس جميل جدا بيخفف عليهم بيهون عليهم كتير المشاكل اللي هم مروا بيها أو اللي هم موجودين فيها ثم يقوم المجتمع المدني باستكمال أدوار أخرى وأنا عايز أقول لك فيه أدوار ممكن حتى الدولة ما تقدرش تعملها ومساحات أخرى ممكن مجتمع المدني خلينا يا دكتور نيني نفرق أفضل معايزين نفرق إيه اللي الدولة قامت بيه معاكل غير دلوقتي أو إيه اللي ممكن تقدمه الدولة أو محتاجين إن الدولة تقدمه بعيدا بقى عن دور جماعيات الأهلية نحن عارفين الجماعيات الأهلية بتحاول على قد المجهودات اللي بتتوفر من الأعضاء يعني في الأول ولا فلاكة الناس بتتبرع وإيه اللي حضراتكم شايفين مطلوب منها دلوقتي بالنسبة ليه يعني سنة بحالها والجهود يعني دعم وصابي الثورة أو تعوضهم أو كده ما زالت متعسرة برغم المجهود اللي بيبذل لكن أنا حاسة إنه بدأ متأخر ده أولا بدأ متأخر قوي إنشاء الصندوق بدأ متأخر قوي لما الصندوق اتعمل ما تعملوش آلية واضحة ولا السيستم كان كويس ما كانش متماسك وإحنا بنقول الكلام ده يعني من باب يعني النقد البناء وليس من باب الانتقاد يعني لأنه كلنا في مركب واحد فالصندوق الحقيقة كان يعني ما كانش على المستوى اللي إحنا نطمح إليه في الترتيب والأرجونيزيشن وتوزيع المهام وحتى بنقول عليها الصلاحيات تعمل إيه؟ ده التأخير ده قلة يعني التنظيم فيه فيه مشاكل كتيرة دلوقتي إحنا بنشوفها من الناس اللي بيجولنا فيه متضامنون هما الحقيقة بيجوا يقولون إحنا عملنا كذا وكذا وكذا وبيقولوا إنا بالتفصيل يعني إلينا مثلا حضرتك بيطلعوا لهم كرنيه الكرنيه ده جميل جدا بس ملوش أي محدش فاهم ده إيه يعني في واحدهم يقول المفروض إن هم قالوا لنا إنت تطلع بيه المواصلات فما بيطلع المواصلات يقولوا كرنيه ده يقولوا ما عرفش حاجة ففيه فينا أزمة في التواصل المفروض إن أنا ما بعمل تسهيلات لحد لازم تبلغ الجهات اللي هو المصاب هاستفيد منها أو أصرت الشهيدة تستفيد منه فكذا حضرتك تكمل السيركل فالسيركل هنا مش كاملة مش عارفين هم هيعملوا إيه بالكرود دي يعني إيه المزايا التي سيحصلون عليها بموجب هذه البطاقات اللي طلعت لهم طب إنتو علاقتكو إيه بقى بالدولة في المنطقة دي يعني متضمنون مع كل أحدك قلتي هل فيه تواصل هل بتكملوا بعض هل بتشتغلوا مع بعض على حاجة ولا كل واحد بيشتغل في منطقته والله إنت أثرت نقطة مهمة جدا يا عيدة دلوقتي بين المؤسسات المجتمع المدني وبين السندوق أو الحكومة الحالية عايزين تواصل أكتر كان فيه تواصل بس وانسان دونو مور آه يعني مرة كده أهلا وسائل إحنا فلان وفرصة سعيدة وخلاص الظبط كده وبعد كده ما كملناش فما ينفعش لازم يكون عندك استراتيجية وقاليات إنك إزاي تتعاوني وتتعاملي تتحي المعلومات وهي تتحلك معلومات هم يعملوا جزء إحنا نعمل جزء نتابع حتى نتابع أداءهم نتابع من الأمور وصلت كويس فأنا عايز أقول إن إحنا محتاجين تنصيق أكتر حتى يعني دكتور خالد حنفي اللي هو المفروض المقرر بتاع لجنة متضامنون حضر مع السندوق قبل كده مرة وكان اجتماع كويس بس فعلا ما ترتبش عليها طب دكتور خلينا نتكلم عن علاقة متضامنون الرسمية بالدولة بمعنى أنت أكيد تخضعوا لأنه بما أنه فيه فلوس أكيد تخضعوا لوزارة الشؤون الاجتماعية احنا نجيقوا فعلا احنا نجيقوا بالزبط جماعية غير حكومية تعمل في المجال الآن مثلا لنا وضع قادش وقال إن اتحاد الأطباء العرب طالع بقرار من وزارة الخارجية ولنا علاقة بالجامعة العربية ولكن مازال عندنا نفس القواعد عشان بردو ما نبقاش نتكلم على جهود وبس نبقى نتكلم على أرض الواقع بالأرض قوم أنا هرد عليك بسرعة عشان فيه قضية كمان أكبر مش عايزينش الله الوقت يسرقنا فيها فيه شفافية كاملة حسابات في البنك معروفة بتتصرف إزاي معروف جدا إحنا حريصين جدا إنه مفيش ولا مليم يطلع إلا ما يبقى معلن عنه ومنه تلقاش ولا تبرع إلا ما يطلع له إيصال دي قواعد رئيسية حالتك الدولة ما بتديش حاجة طبعا للانجي او ده 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 طبيعي يعني مش عيب هو مش الطبيعي بس لا الطبيعي الانجي او لهم مواردهم أو التسهيل بيبقى فيه تسهيلات ليهم على الأقل يعني يساهموا بشكل أو بأخر يعني عايزة أقولك برضو إن التسهيلات والحاجات دي مجهودات فردية يعني ما فيش يعني ما فيش شكل رسمي واضح لكن خلينا نتكلم دلوقتي على قضية الشهداء والمصابين بعيدا حتى على المتضمنون لا قبل ما اتكلم عن ده برضو يعني أنا عايزة أعرف دخلكم لين برضو لأن دي قضية بتشغل الناس كلها تبرعات تبرعات بتنزل بتنزل حضرتك الدعاية بتاعتنا في الجرائد إحنا مين ومحتاجين إيه وأرقم الحساب والإداءة وكل الكلام ده مميزة والناس بتبتيت تتبرع على هذا الأساس وفي تبرعات كافية حتى الآن يكفي السنة إن شاء الله لكن طبعا يعني بتتآكل لأن إحنا يعني الحمد لله أي حاجة هم بيحتاجوا عمليات كبيرة عمليات صغيرة يعني فيه بنت شهيد محتاجة عملية تجميل تكلف خمسشار ألف جنيه هنعملها فيه بنت شهيد تاني محتاجة رجليها فيها مشكلة وتعني عملية كبيرة ملاش علاقة بثورة بنت الشهيد بنت الشهيد يعني ما كانتش قصدي حاضرة معايا أو ما كانتش موجودة معايا فاتعورت أو تصابت بس موضوع التجميل ده مش جريف احنا حاطينه لا بس ده احتياج يعني أنت شايف أن يعني حاجة أساسية ترقيع جلدة أو حاجة يعني مش جمالية عصدي اه مش بتحسن من الخير لا مكان حارق أو حاجة زي كده احنا الرعاية الحمد لله امتدت لأسرة الشهيد زوجته وأولاده أولاده خمسة أو ستة ناخدهم معنا بيتحطوا في ال فأنا عايزة أقول لحضرتك كل واحد كمان الحمد لله تحضرها طباء العرب سمعته الحمد لله طيبة وإحنا حرسين على ده فالحاجة بتتحط في مكانها وده ما صدر ثقة الناس تبقى عارفة أن احنا نهتم بالأمور والشفافية دي علي أو يوم حضرتك قلت نوكو وشهرته في 11 فبراير 2011 هو مش اشهرته وتدشين الحملة يعني ودشنته الحملة في 10 ناس في 10 فبراير 2011 فاتت حصل كذا منسميها موقعها أو مجزرة حصلت يعني مماكن مختلفة يعني مش حايزة أقول لهم كلهم بس يعني أنا أفتكر ماسبيرو مجلس الوزراء حمد محمود واحد واثنين وفيها مصابين وفيها عيون شباب راحت اهنا خدنا قرار متضامنون إن الرعاية تشمل جميع شهداء الحرية احنا منسميهم شهداء الحرية ونظمة وتشمل الحالات الصعبة يعني حطين كريتيريا يعني مصابين معايير دلوقتي عندنا يعني قضية الشهداء وأسر الشهداء والمصابين قضية وطن دلوقتي قضيتنا كلنا كمصريين فلازم يبقى عندنا رؤية كريسة ازاي هنتعامل معا وازاي نضمن الرعاية المستمرة للناس دي ما يبقاش شوية وخلاص ما يبقاش احنا سنة أو سنتين ثم يتوقف هذا الدعم لازم يبقى عندي خطة ازاي ناس دول يتم دعمهم وطول الوقت بنقول لهم شكرا لتضحياتكم الحكومة لها دور منظمات المجتمع المدني لها دور زي ما احنا متفيد ممكن حكومة تعمل لهم رواتب أو تعمل معاشات ويبدأ المستمر ده خلاص ضمننا ان الجزئية دي تغطت منظمات المجتمع المدني مفروض ان يبقى يحصل بينها تنسيق وانا حتى هذه اللحظة يعني 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 يسفني ان اقول لي مفيش تنسيق بين منظمات المجتمع المدني كل جمعية او كل مؤسسة او كل مبادرة عندها البيانات بتاعتها لكن ما قعدوش مع بعض علشان يحصل تجميع للبيانات والداتابيز وانا ما اقررش للجمعية التانية اللي بتعمله بل نلاقي الماسنج او الاماكن الفراغ اللي فيها ناقص ونحاول نغطيها مع بعض وإحنا عشان كده في مبادرة عندنا فعلا في التحاد القطباء العرب يوم السبت الساعة اتنين وجمعين اهم المؤسسات او المصابين وفي مؤسسات كتير اشتغلت وفي جهود فردية يعني حوالي كم مؤسسة في اربعة كبار يعني او اساميهم معروفة وبقوا فعلا مسجلين او عندهم اشهار يعني تمام فدي مهمة جدا التنسيق وإحنا مركزين فيها قوي فانتوا هتعملوا تنسيق علشان تشوفوا الاسامي عند كل مؤسسة ايه الداتابيز توحدوها بحيس نبقى قولين عارفين انا مش هتدخل في الصراع اللي انا شايفه بصراحة لا يليق بس يعني خاني اقول لحديك ان فيه ناس بتطلع للفضائيات وقولك لا ده مش شهيد لا اصل ده كان بلطجي بس مش عارفة ايه يعني ده بيحزننا لازم اعترف وفي نفس الوقت يعني ايه معيار شهيد ويعني يعني ليه بندخل في التفصيلة دي ودي حاجة في الاخر عند ربنا احنا نتمنى انه يبقى شهيد كلهم في الاخر بصي والله يا عيدة فكرة ان الناس تتكلم على ان الشهيد دي قيمة كبيرة قوي اعتقد ان دي مكسب للثورة بجد لان قبل كده ما كانت كلمة شهيد دي كانت الناس نسيت لكن دلوقت فعلا لما الناس بتقول شهيد تحسي قد ايه التكريم وقد ايه المعنى ده بقى كبير في نفوس الناس اما ان هو احسبه شهيد ولا مش شهيد محدش قدر يحسبها لان كل واحد بنيته يعني مريم اللي عندها 14 سنة اللي هي مسيحية اللي هي كتتوقفة في سطح بيتها بتصور الضرب وبتصور الاحداث وجات رصاصة موتت وهي قالت الموتها بتقول لها انزلي او بعيدي فقيت لها انا نفسي اكون شهيدة زي اللي تحت دول هم احسن مني في ايه فانا عايزة اقول لك ان الشهادة او ان انا من حد ده شهيد ولا مش شهيد دي بتاعت ربي انا زي ما انت قلت بالزبط لكن احنا بنحاول نخلي او نقول ايه هذا من اللي كانوا مشاركين في هذا الحدث فما ينفعش ان انا اجيب حد ما كانش مشارك في الحدث اصلا ويدخل دي حاجة ده خياري حصلت والله انا عايزة اقولك يا عيدة في واحد يعني دي ستوري يعني حقاية في واحد جات قدم وقال ان هو ابنه شهيد ان هو مات في المكان الفلاني في التوقيت الفلاني وكل الكريتيريا تنطبق عليه وثاني يوم جاء يبكي ويقول انا اسف انا اسحب دوني الورقة ليه بقى ابنه جاله في المنام وقال له يا والدي انت عارف ان انا موتش في الاحداث دي فمن فضلك يعني يعني ما تخلنيش انا اشيل وزر هذي الكاذبة فالراجل جاء تاني يوم واسحب الورقة وقال هذا الكلام بنعايز اقول الشعب المصري برضو يعني يعني محدش يتحق يقول ان هو بيستغل الاحداث حاجات زي كده ولكن على الجانب الاخر عايز اقول حاجة مهمة جدا كتير من الناس اللي بنشوفهم اللي هما اسر الشهداء والمصابين عندهم مشكلة حقيقية انه اصلا ظروفهم كانت قبل كده صعبة فعلا ظروفهم قبل كده فعلا كانت صعبة جدا واحنا لازم يكون ده واضح في ذهننا جدا ان احنا ندعمهم عشان ما يحتاجوش لحد ندعمهم عشان ما يلفوش يقولوا احنا كنا احنا كنا في السورة لا اعتقد ان فيه اتجاه دلوقتي اللي رفع يعني اللي رفع قيمة التعويض لمائة الف جديد انا دلوقتي بس لو هنتكلم عن لجنة متضامنون لو هنقدم لها بيان حساب في سنة عمل تقدير انجازات هل نقدر نقول انجازات لجنة متضامنون في السنة ايه وياريت نقول بعدها احنا ياريت نعرف متضامنون عايزين ايه عشان يقدروا يكملوا دورهم هم عشان احنا نقدر لما متضامنون معي احنا عندنا دلوقتي تلتميت شهيد وعندنا حوالي ستميت مصاب يعني داخلين معنا في حتى في مشروع العلاج وده معناه ان المصابين دول اتعالجوا عندنا قبل حتى السنة دي اثناء الحداث او يعني فاول التعب بتاعهم او اول الفترة اللي بقدعت بعد الثورة انهم محتاجين استكمال العلاج احنا عندنا دلوقتي واحد وعشرين مستشفى متعقدين معاهم بيقدموا خدمات للأسر الشهداء والمعاهم البطاقة في ثلاث محافظات يعني فيه في القاهرة وفيه في اسكندرية وفيه كمان جنب اسكندرية فيه حاجة يعني محافظة كمان من كفر الشيخ تقريبا احنا بنتواصل مع المنتشفيات اللي هنا السويس ايه السويس ملناش فارع فيها وانت اثرت نقطة مهمة ان المفروض مع عشان اقدم دعم مستمر زي ما انا كان نفسي ولسه بقول حالا لازم يبقى مكان الدعم او اللي انت بتقدم هذا المجهود لازم يقريب جغرافيا محتاجة على اقل مقر بالزابط مقر او مكاني او حضرتك ننسق مع الجمعيات يعني لو فيه جمعية ملهاش فارع في السويس تفتح فارع في السويس لو فيه جمعية قريدي موجودة في السويس وهي تقدر تغطي هو دقس وطبيل تنسيج يمكن مع المتبرعين حاجة يتورع بالمكان بالزابط فيه فطنطة مجموعة كبيرة يعني لازم كل شوية لازم يجوا هنا علشان ياخدوا الخدمة فكانت مشاقة عليه النهاردة كان فيه واحد من الشباب من بورسعيد هو عنده من الحالات القليلة اللي فقدت عينيها الاتنين وكان جاي النهاردة علشان عنده مشكلة عاملين له نسبة الحجز خمسين في المية وهو عينتينه الاتنين ضيائي فدي كانت من مشاكل ان نسبة العجز تقديرها اللي حقيقية ما كانش على ستاندرد يعني فقلت له يا احمد يعني يعني ما تجيش ما تجيش القاهرة إلا ما نرتب لك أمورك ونحاول نعدل هذا الكلام فطبعا يعني لو كان فيه حاجة من بورسعيد تسهل والأمور كان هيبقى الأمور سهلة علي هيجي إزاي لازم حد يجي معه لازم يتعطل واحد فرد كمان معاه فانا عايزة أقول التنسيق ده يبقى مهم جدا انه يبقى فيه مراكز في المحافظات وخصوصا اللي بنسميها المحافظات اللي كان فيها الأحداث الساخنة بظل إحنا من قاعدة البيانات نقدر نعرف يعني قاعدة البيانات لو أتيحت وفعلا جمعناها كويس وعملنا لها فلتريشن وعملنا لها يعني وضحناها قوي هتخدمنا جدا جدا نتعرفي الأماكن اللي عايزة تعملي فيها سنتر أو تحركي الجمعيات اللي موجودة في المكان نتعمل حاجة ترحيك كنت للأسفة قطعة كنت بتكملي نقدر نقول اللي عملته خلال السنة اللي فتت الجزء الجزء الطبي ده مستمر وأنا مش هقدر أحسب تكاليفه دلوقتي لكن احنا بنغطي جميع احتياجاتهم الطبية سواء المصابين نفسهم أو أسر الشهداء والأب والأم أو الأسرة في عندنا حاجة يعني كنت لسه بقول أن هي حتى الحكومة نفسها يعني أو الوزارات الجانب الرسمي مش هيقدر يعملها هو الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي بدئين مشروع جديد خالص مع أسر الشهداء خصوصا المتزوجين عملنا لهم برنامج تربوي لرعاية الأولاد والأسر يعني والأم والأرمان احنا عارفين طبعا أن البيت اللي بيفتقد الأب غير الجزء الاقتصادي في الجزء التربوي من نفسي والاجتماعي وعلى هذا الأساس احنا عندنا مجموعة فعلا مخت متخصصة مع ناس معهم ماجستير ودكتوراه في علم التربية في علم التربية وعلم النفس والقصة دي هتستمر معنا كتير يعني المفروض أنا حطى لنفسي أن أراعي هؤلاء الأولاد وسنوات وأكون موجودة معهم بحيث أن هم يتربوا أحسن التربية زي ما بقولهم ربنا يصبر أهليهم إحنا مش هنسبكوا وإحنا هنساعدكم لغاية ما أولادكم يكبروا يتربوا أحسن التربية دكتور الأميمة كامل من الأوائل الثورة يعني من 10 فبراير بنسمع عن مشكلة تقرير الطب الشرعي والتكيف يعني النهاية الطب الشرعي تقريره لأنه ده يعلاق أولا بالتعويضات وسنين بالقضايا لو حد عايز يرفع قضايا هل ليكم دخل في ده ولا أنتم مطلعين نفسكم من هذا الشرق من لكم كلكم دكتل يعني وفروض يعني لا الطب الشرعي كان مهم جدا لا حضرتك إحنا لقينا أن في كتير من الناس ما عندهمش تقرير يوصف الحالة اللي عندهم إحنا كان عندنا لجنة طب الشرعي من أساد من جامعة القاهرة يعملوا التقرير طب الشرعي بنفسهم عندنا حتى في متضامنون ودي كانت نوع من أنواع محاولة إثبات فعلا الحق للناس دي عشان ما تفجح لكن أكيد في أيام الثورة وخصوصا قبل التنحي بفترة مثلا أسبوع حاجة زي كده كان أنا قدامي طلع حد السير يعني جاي بالتقرير حد السير وأخذ رصاصة في بطنه فالقصة دي بالزبط القصة دي يعني إحنا أوير بها يعني عارفين إنها موجودة دكتور أماما كامل أستاذ الصحة العامة بالأسر العيني ومقرر اجتماعي لجنة متضامنون التحدي طبق العرب شكرا جزيلا أنا أعجب حالك معنا شكرا جزيلا أنا أتمنى لكم كل التوفيق والمساندة من الدولة عشان نقدر نوصل لحقوق المصابين والشغداء مشاهدين إيه كانت نهاية فقرتنا هنسيبكم مع تقرير عن انتخابات مجلس الشورى في منطقة الدق إياه نشوف التقرير ونرجع نكمل فقراتنا في نارك سعيد تابعوني